السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلين سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي بالله أحباب بالله موضوع هذا الحلقة هو المهد المنتظر عنوان الحلقة كشف السر المخفي عن العداء الشيعي للصحابة وأزواج النبي السر الدفين أحباب بالله أنا حطيت عنوان المهد المنتظر هاي فقتل جلب الأنظار لأنه موضوع مهم جدا بحب الشيعة والسنة يحضرون في كل الملال ما لي غرض أخر بس يعني حطيت العنوان هيك لأنه بحط العنوان ما الشهود قليل بدي هذا السريط انتشر أهل الشيعة يشوفو أهل السنة يشوفو لأنه فيه سر الشيعة واقعين بخطأ وبضلال كبير لو يعرفوا أساس المشكلة وين والله ما بظل شيعي على وجه الأرض عشان أحباب الله برجعون للحق الناس بالدين الحبيب الإسلام عشان يخال ما بقول أنهم كفار بس هم مضلولين عليه وداخلين الفتنة مخفي من الأساس عشان يدمروا حالهم ودمروا الإسلام عشان يخو أحباب الله شوفوا الآيات أصبروا أحبابي في الله من جميع الناس لا تستعجلوا بس عشان العنوان وحكيت كلاما على الشيعة تزعلوا مني هاي نصيحة أنا ما بدي منك والله لا حمدا ولا شقورة والله يخوف عليك وطروا على نار جالنا لأنك وصلت معاكم لأحد القتل وسفك الدماء لا يجو سفك الدماء المسلمين اسمعوا واصبروا وبإذن الله رح يتوصل جميعا للي توصلت أنا من وراء الفتنة من بلش أحباب بالله سورة البقرة 98 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكان فإن الله عدوا للكافر شوف هاي الآية معظمات هو المتبين أي واحد بعادي الله أو ملائكته أو رسله أو جبريل أو مكان فإن الله عدوا لكافر أحباب بالله أنتوا الشيعة بتعادوا عائشة زوجة الرسول مش كل الشيعة بس اللي بيسبوا بغلطوا عليها وبتهموها بالإفك وبتلعنوا سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ودخلتوا بفتنة كبرى أنتم مش داريين شو بدايتها وين بلشت عشان يقصبروا عليه أنتوا عاديتوا النبي ذاته بدون ما تدروا واللي أسس هاي الشيعة تشيع لأهل البيت كان هدفه العداء لله ذاته وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه إذن هم بكره الله وبكره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عشان هيك بقول لك هل بنحب آل البيت كيف تحبه آل البيت وآل البيت جاي من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه جاي منه آل بيته وبتطاول عليهم تقول احنا بنحب الرسول والله ما هو حب هذا هذا بغض للرسول ذاته سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بس اللي سوى الحركة هاي المؤسسها شو هدفه هدفه تحطيم الإسلام عشان يجعلوا عليه بعض الناس الله هدفوا عليه أحبار بالله أصبروا عليه شوي شوي خلينا أبينكم كيف الفكنة بلشت ومن وين نيجي على أحبار بالله صوت الأحزاب ستة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفة كان ذلك في كتاب مصطورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمهاتهم يعني أمهاتنا نحن كل أزواج الرسول أمهاتنا نتعلم يا حباب الله محرم علينا زواجهم محرم علينا إذاءهم لأنه ذا ذيناهم أذينا النبي صلى الله عليه وسلم عشان هيك إحنا أولي أرحام المسلمين اللي مسكنا في بعضه شو الأرحام بالدين خلانا أخوة إنما المؤمنين أخوة أخوة الإيمان أكثر أفضل وأعظم عند الله من أخوة الأب والأم إذا كان أخو كافر أو منافق عشان هيك لازم نفعل أي شيء الأولياء أنا معروف نكون نتعامل معه بالمعروف مش بالمسبات واللعنات عشان يخصبر عليه أحباب الله سورة الأحزاب 21 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ما قال لقد كان لكم في آل البيت وفي علي وعثمان وأبو بكر وعمر أسوة حسنة لا قال في رسول الله أسوة حسنة بس في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحذروا 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 وين وقعيد أنتم عشان يخي أصبروا معي شوي خلنب لسوة الأحزاب من 28 وبننزل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكنا وأصر الحكمنا صراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجراء عظيمة يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين وكان ذلك الله يسيرا ومن يقلت من كن لله ورسوله وتعمل صالح أن يؤتي أجرها مرتين واعتدنا لازل رسولا كريم هذا كل الأزواج الرسول بس يا نساء النبي لستن كأحد من النساء واختلفين عن كل نساء الدنيا إن اتقيتن فلا تخضعنا بالقول فيقمع الذي في قلبه مرض وقمنا قولا ما أوفى وقرنا في بيتكم ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وإتينا الزكاة وطعنا الله ورسوله إنما يريد الله بيذب عنكم رسالة للبيت وطعه لكم الطيرا عن ما ينبحك رب العالمي وقرنا في بيتكم الخطاب يا نساء النبي ما بيحكي لبنات النبي ولا بيحكي لعلي بن الطالب ولا للحسن ولا للحسين كل هذا كلام الله بيحكي لمن لأزواج الرسول بيقول ما قرنا في بيتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وإتينا الزكاة وطعنا الله ورسوله إنما يريد الله بيذهب عنكم الرسالة للبيت وطعه لكم في الطيرا شو بعديها مباشرة مش أنتعرفوا الكلام لمن الكلام لأزواج الرسول مش الكلام لأبنات الرسول واتكرنا ما يتلى في بيت تكرنا من آيات الله والحكمة شو آيات الله يش آيات الله قرآن الكريم والحكم من من الرسول عليه الصلاة والسلام وأحاديث وأقوان وأطعاله إن الله كان لطيفا خبيرا هل سعب لي جع صوت الأحزاب قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم يعني ما واحد يقول أبوي أنا يا ابن النبي يا ما بجلوز الكلام ما في سيدنا محمد ما عنده ذكر أهي وطنع منه سلالة إجت السلالة من بنته فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب فصاروا من آل البيت بعدين لو لو رسول حط عليهم الخطار وحكثوا آل البيت وضمهم آل البيت كان عمره ما كانوا من آل البيت لأن البنت تنتسب لجوز ومن تنتسب لأبوها الرجل تنتسب لأبو يبتعني يا أحباب الله شوفنا وين انتوا وقعين بخطر عظيم خطر عظيم عشان هيك صورة آل العمران 144 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا وسيزي الله الشاكرين هو المبيين لكن محمد صلى الله سلم الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ذكر هون الموت ودائما بيجي رب العالمين بحط لما يقول أهو من مات بتقول الأولى إنه سيد محمد راح يتوفى مش راح يكون مقتول لا بالسم ولا بغيره بس ستوفى الرسول صلى الله عليه وسلم انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبي هذول المرتدين فلن يضر الله شيئا وسيزي الله الشاكرين يثمتوا علينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو بكر وعمر وغير وغيراتهم رضي الله عنهم هس خلني جعل الفتنة أحباب الله إن صارت وضع الفتنة إنه علي حق من أبو بكر وعمر وعثنان في الخلافي فخلنفكر أحباب الله ما أقولي سيدنا علي بن أبي طالب يكون الله كاتب له يكون خليفي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الله الأمر إنما أمر وأن يقول كل شيء يكون فيها قوة إذا أرى كاتب علي بن أبي طالب الخلافي لازم يقول خليفي وتصور إن سيدنا محمد أوصر الخلافي إله ما أقولي سيدنا علي بن أبي طالب يسقط على أبو بكر ثلاث سنوات ويسقط على عمر قد يشقى عشر خمسة عشر سنين وعلى عثمان الله أعلم قد يشقى وظل صابر وساكن إذن يكون جبان هاشا لله لسيدنا عمر سيدنا علي بن أبي طالب كارب الله يكون جبان لأنه أجع الناس يقول لك تنازل ما في تنازل إذا لك حق هذا حق وأمر وأنت بتكون هذا تفويض وتوكيل رب العالمين تكريف رب العالمين يكون خليفي طب الله كلفوا بشيء وما سواها عصى رب العالمين وعصى المبي صلى الله عليه وسلم الأمين قبل عقولك أحباب الله والله يا أحباب الله هالي الآية اللي بتنجي سورة العمال 26 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قول الله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير من اللي بتعطي الملك من اللي بتعطي الملك مش رب العالمين ومن اللي بتنزع الملك رب العالمين عشان هيك الله أعطى الملك والحقوق والخلافة لأبو بكر رضي الله عنه ثم لعوة رضي الله عنه ثم لعكما رضي الله عنه ثم لسيدنا عيني رضي الله عنه ثم نزع الملك منه وعطى المعاوية رضي الله عنه هاي احنا امر الله لا بدنا نتم. فاحنا دخلنا حانا بفتن مين اللي وراها. مين اللي وراها. اصبروا عليه يا شباب صغيرة. شوفوا كيف يغيروا في الدين. صوت البقرة 188. قال تعالى باسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها للحكام لتأكلوا فريقة من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. مين اللي حط الخمس هذا؟ مين اللي حط الخمس انه ايش؟ حقية الخمس الذين قاعدين بالهات وما نكون. وبصوفوا تعبوا وجودكو. الخمس هذا بالغنائم كان لبيت مال المسلمين والرسول النافذي. فبتعليه احمد بالله. ولا الحاكم اللي يقول حاكم الدولة مشان يوزيحها للناس اللي الله سبحانه وتعالى امروا يوزيحها عليهم. من الفقراء والمساكين وبنسابين وغير وغيراتهم. قاعدين بخلوا خمس مالكو. وخلوكو ترفع لزواج المتعة وهذا زنا. وان شاء الله راح نزل عشطها وبينكو انه ما في زواج متعة. وزواج باطل ولا يجوز. اخلتوا قلمة تمتع وتمتع فقر المتعة انه الزيجة. انه هاي زواج المتعة. أسه وبينكو يا بقرآن كريم. اظلوكو. وظليتو. واكلوا مالكو. واكلوا اعراضكو. واستباعوها بالحرام. وحاربوا ربكو. وحاربوا رسولكو. وحاربوا آل البيت. بتقول لدو اصار البيت ونحب آل البيت. هسا ربا يلقوا. اللي بحب آل البيت. ما بسوي زي ما بسوي. وبتقتل وتسبق الدماء. وبتبيعوا الاعراض. ولا كأنه موجود. وعندكو علي والحسين. احسن من الله ذاته. وبتقول عن حالكم مسلمين. احباب الله. وان المساجد ذا لله. فلا تدعو مع الله احدا. انتوا عندكم مساجد. وان الحسينيات للحسين. فلا تدعو مع الحسين. احدا. انتوا شو الحسينات بسو. شو رب العالمين حطوا المساجد. بيوتين مثلا فيها. اذكر فيها اسمهم. سبع فيهم من الهدوة والاشاء. والاساء. رجالنا يتمون. بيعا ولا تجارة. عن ذكر الله. وعن الصلاة. انتوا شو بسوغت. لطميات. واغاني. وطبر. بتمزع حالكم. بتمزع حالكم في الدم. مين ننزل القرآن. مين نجاب الشعرات هذه في الدين الاسلامي. هل سواها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حاشا. الصحابة قال البيت مسوغ. دخلتوا حالكم بالفتن. من ورا ناس انتوا ما تعرفوهم. وصدقتوهم. وآلاف الآلاف رح يتروح على الجهنم إذا ما بتتوقع رب العالمين. فمتعلي أحراب الله. انا ما بحكي عن الهل السنة كمان. الهل السنة لازم يتركوا الزوائد ويرجعوا على الدين الحقيقي ما فيه سنة وشيعي. وما فيه أحزاب وما فيه رايات ولا فيه طوائف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فيه شيء. نحن مسلمين. الدين الاسلام عند الله والإسلام بس. إن الدين عند الله والإسلام. وما نبتغى غير الإسلام دينا فليخوا ما قالوا نبتغى الإسلام السمني أو الإسلام الشيعي دينا فليدي يقبل منه. نرجع لكلمة التوحيد والمعاني الحقيقية للإسلام. عشان إخوة أحباب الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أكلوا أموالكم بالباطل. واستباعوا أعراضكم. فمتعوني أحباب الله. مشان يضيعوكم. وإنتوا ضعتوا. وقاعدين يضيعون أحفادكم إلى ما للنهاية. إذا ما تستيقروا. شوف العداوة اللي صارت بين السنة والشيعة. سورة النساء 29 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم. إن الله كان بكم رحيما. أحباب الله. خلينا نجي على إيش. الصحابة. سورة التوبة الميقية. قال تعالى. والصابقون الأولون من المهاجرين. مين هم ماذون؟ كل الصحابة اللي هاجروا من مكة. قبل فتح مكة. وقبل إيش. لما تمت البيعة. والصابقون الأولين من المهاجرين والأمصار. وذين اتبعوهم بإحسان. رضي الله عنهم رضوا عنهم. وعد لهم جنات تجري من تحتها عنها. خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. هم يقول لك رضي. ورضي إيش. رضي الله عنهم. الله رضي عنهم. كلهم اللي كانوا مهاجرين الأولين. منهم أبا بكر. ومنهم عمر. ومنهم عطمان. فأتيش تطاول عليهم. وتحكوا أنا تخوضوا بعرض النبي صلى الله عليه وسلم. وإنت تقولوا بيحب النبي. وبتحبوا آل البيت. طب ما قلت لكم آل البيت. واضحة. أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام هم الأساس. وهنا نشوف أحباب الله. بصورة الحزاب خمسين. إلى ثلاثة وخمسين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي. إن أحلى لنا لك أزواجك التي أتيت أجورهنهم. وما منك تيمينك. مما أفعل الله عليك. وبناتي عملك. وبناتي عماتك. وبناتي خالك. وبناتي خالاتك. التي هاجرنا معك. ومرأة المؤمنة. إن وهبت نفسها للنبي. إن أراد النبي أن نستنكحها. خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. أزواجهم. وما ملكتهم من أيمانهم. لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفور رحيمة. ترجع من تشاء منهم. وتأوي إليك من تشاء. ومن امتعيت من من عزلت. فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن. ولا يحزن. ولا يحزن. وارضين بما أتيتهن. كلهن. كلهن. والله يعلم في قلوبكم. وكان الله علي من حكيمة. كلمة. ذلك أدنى أن تقر أعينهن. ولا يحزن. ويرضين بما أتيتهن. كلهن. منها. عائشة رضي الله عنها. محصورة بناتهم. منهم وفيهم. وحفظة بنت سيدنا عمر رضي الله عنها. موجودة بناتهم. قلت سمموا الرسول. بالزور والبهتان. وقلت عن عائشة. الإفك العظيم. وانتم ما بتخافوا الله. إذا بتأمنوا في القرآن. بس إذا ما بتأمنوا في القرآن. عاد سبحانه وتعالى. فبقى حديث الله وآياته تتعمنون. ماذا بقول الأخون؟ لا يحن لك النساء من بعد. ولا أن تودل منهن من أزواج. ولو أعجل لك حسنهن. إنه وملكة أميرة. وقام الله على كل شيء. الرقيبة. خلاص هؤلاء أزواج الرسول. وخاتموا. وكتبوا إنهم أزواج الرسول في الدنيا وفي الأخير. وقوتوا على السيدة عائشة. أمك وأمنا. رضي الله عنها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وبتقول أنتم بتحبوا آل البيت. وبتحب الرسول. العاقل منكم بتراجع. وبقول سمعنا واطعنا أنا كنت مخطئ. وبتوقت أبو نصيغها. أما اللي بظنوا بتأخذوا العزة في الإثم. وبتكبر. أنا ببشرب عذاب عليم. والله ما بشم ريح تتجني. إذا ما تاب لله توبة نصوحة. وقفوا سفك الدماء اللي بصير في الأرض. من وراء عدو كبير. وهسا بس أخلص الآن. رايح أشتحكوا إياه بالتفصيل. منها العدو هذا الشيطان الرجيم. نعمة الله عليم. 53. يا أيها الذين آمنوا. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ولكن إذا دعيتم فدخلوا. فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث. إن ذلك كان يؤذن النبي. فيستحيي منكم. والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا دميبك عن الزوج الرسول.